خلني تحجي عن شغلات نفس انا شفتها في برنامج ريت كاربت طبعا اللقاء صمود صمود طبعا ما انا متحجي عن اللقاء ككل يعني انا ما اعتقد ان اتشافنا شي يديد يعني صمود اعتقد كلام كل هذا قالتها في لقاءات سابقة لكن انا تحجي عن شي هو يخصني البقية ما يخصني فيه ولا بعناقشه لان اعون الحلقة ما كانت عقود سوريا محرزة بس انا بتحجي عن شغلة خصني لما تحجي تحجي تصمود عن الفنانة الكبيرة طبعا ورائعة سيلة الشاشة حياة الفهد اما ذكرت انها كان مفروض انها تشارك في السين من الناس اللي هو بالاساس تحول لريحانة وان حياة الفهد كان واصلها حتي وان ما كان اوكي وان هي راحت لها البيت اوكي نزي لا صمود وان ما كان الحتي مؤكد اول شي الموضوع جاء كالتالي لان انا كنت داشة في الموضوع وتسأل في ام سوزان الفنانة الكبيرة او رائعة حياة الفهد لانه ايه راح تأكد على كلامي لان انا كنت طرف ثالث في هذا الصراع اللي صار الموضوع ما بده مو من ريحانة او من سين الى الناس سين الى الناس اللي كان مفروض يخرجه علي العلي المهم اللي صار كان فيه مسلسل البيت بيت ابونا كان مفروض انه صمود تشارك في العمل في البداية كان فيه اشخاص فنانين شباب اثنين يمكن او ثلاثة كانوا رافضين تواجد صمود لكن اصرت عليها الفنانة الكبيرة السعاد عبدالله انه هي تكون وبالتالي يعني حتى الشخصيات اللي كان مفروض تشتغل بالعمل وكانوا ضد صمود طلعوهم تم اخراجهم من العمل لانه كانوا يهيين في نص ثاني غير البيت بيت ابونا فشنو صار بعدها في البداية وصل حق ام سوزان فنانة كبيرة حيات الفهد كلام غير لائق في حق فنانة كبيرة تربينا على فنها نخفض لها الجبين اعطت لي هذا الفن الكثير من وقتها من صحتها من جهد من يعني على صعيد اخراء على صعيد كتابة على صعيد تمثيل على صعيد انتاج لمرة عطت يعني ام سوزان فلما تيلها الاقاويل من ان فنانة بحجم صمود عمريا ما تحجى عن اي واقع عملي او نجومية او هذا انا قاعد تحجى عن عمريا يعني بذاك الوقت كان عمريا يمكن واحد وعشرين او اثنين وعشرين سنة او اثنين وعشرين سنة او واحد وعشرين سنة طبعا يعني تاريخ ام سوزان حياة الفهد اكبر من عمر حتى صمود فحزت بخاطرها انا مدام تكلمت عني في مكتب مش على الذاير وتم نقل الكلام على لسان هدى صلاح الى الفنانة الكبيرة حياة الفهد فرفضت ان تتواجد صمود دخل عملها واذا حقا يعني انا ميلي شخص انه ممكن كلها راي فيني لكن انه يسيلي ويسبني وهذا وانا اغلاء من حقي ان انا ارفض وخصوصا اذا على صعيد شخصي والكامل الوصل حق ام سوزان كأنه نوع انا ما يهمني انا حتى لو هي ما تبيني راح اكون موجودة في هذا العمل انا دشيت بالصلح ما بينهم وانا اقول شاهدة انا ما انتظر شهادة حق من صمود لانه محترامي حق صمود هي غير وفية للاشخاص اللي يوقفون معاها نهائيا فانا الموضوع تشهد عليه الفنانة الكبيرة حياة الفهد فحددنا موعد انه يتم مقابلة ام سوزان لصمود طبعا بعد ما كانت صمود حاولت الاتصال على ام سوزان ورفضت ان اتكلمها انا ما دشيت في الموضوع خليت صمود عدت علي تحديدا حتى والله يتلي اذكر في باركن بنك الخليج في الجابرية خذتني ورحنا لمنزل فنانة الكبيرة حياة الفهد في منطقة العقيلة وقعدنا وتكلمنا لدرجة انه صمود بكت وام سوزان عاطفية بطبعها وقالت ان ان شاء الله العمل هذا يعني اذا تم اخراجت منه اللي هو يعني كان البيت بيت ابونا ان شاء الله في اعمال قادمة والعمر تدام وانا راح اعوضك وانه يعني حطت ام سوزان حسن النية ومكسر خاطرها ام يعني حياة الفهد انا احس دائما ان الله خلقها ام عندها قلب وحنية يعني تزيد وتفيض على هذك الارضية عظيمة فطلعنا انا وصمود بعدها من البيت بيت ام سوزان وكل واحد راح بسبيله انا اذكر كنت قاعدة استعد في الصالون كان عندي حلقة قافل فاضل مخرج كبير كانت ام سوزان في الامارات صاروا اثناناتهم يدقون عليه وتأكد لام سوزان ان صمود متكلمة وقال له يعني كلام لا يليق في قامة كبيرة نفس حياة الفهد وانا ما به ومي رجال لا تدخلي مرة ثانية مع اشخاص يسيئون لي بالظهر تقول له انا انا ما اقبل عليك يا ام سوزان يعني انا اول تالي انت المهم عندي مو صمود لا لانه يعني انا بالنسبة لي ام سوزان يعني صاحبة معروف علي يعني انما طحت ب 2011 كنت في العناية المركزة كانت كل يوم عندي كانت تصور يعني كانت تصور الجليد في منطقة السليبية وكانت توقف عراسي بالعناية يعني فكانت لي ام في وقت اللي كانت امي فيه متوفق الله يعني يعطيها طولة العمر وانا دايما يعني ابي ادش ادش بالصلح بس انا ما اقدر ادش بالصلح باتجاه واحد لازم يكون باتجاه الطرفين وما يصير الشخص يقانعيبة ويبكي فيه صالة ام سوزان ويطلع بره يقول كلام ثاني والدليل احنا شنو اللي تأكد لنا؟ تأكد لنا من الموضوع انه اللقاء هذا محد كان يعرفه الى ثلاثة انا لان ادش بالنص وام سوزان فنالة كبيرة حيات الفهد وصمود واتفقنا على انه يكون هذا اللقاء سري بعد ساعات من خروجنا من بيت ام سوزان ادك علي شي ما علي ادك علي ما امنه ميت شون رحتي ودي تصجق رحتي ايه في بيت فنالة كبيرة حيات الفهد ويستقبلتها وما شو ادني لا خلاص يبا اتكدنا منه اللقاء يتكلم يعني لا اعتقد انسانه بقيمة حياة الفهد ومكانتها تشذب محشومة ام سوزان ولا هي اللي بتدعي شي على صمود او غير صمود ما تحتاج هي نجمة يتم تسويق العمل باسمها ترى مجرد انه انتو عدم حتى ينقال الاسامي لمشاركه في العمل بغض النظر انه تحجي انه ما يكون مثلا عمل نفس البيت بيتبونه لانه تسير معاها ايضا قمة ثانية وهي سعاد عبدالوة لكن يتحجي عن العمال اللي هي تكون البطلة الوحيدة فيها ما تحتاج ترى للتسويق باسامي اخرى ينقال ان العمل الفلاني من بطولة حياة الفهد وسلمتم انتهى فكان شنو يا علي العلي حول يفرض صمود في سين من الناس اللي تحول بعدين ريحانة ام سوزان رفضت قالت انا ما امنع هي خلت اشتغل باعمال عامر الصباح خلت اشتغل انا ما انا ضدها الله يرزقها بس انا عندي لا ما عندي انا ما بيها حقي ووصلنا لمرحلة هذه اللي تم بعدها استبدال علي العلي في سائد الهواري ومخرج امانة جدا متمكن وعنده روح جميلة داخل الوكيشن عنده رؤية عنده ابداع وهو التعامل مع ام سوزان من قبل في مسلسل الجليب وحقق نجاح في الاخراج وكذلك وعنده اعمال كثيرة سعودية من اخراج يعني اخراجها لصالح شركة الصدف حق حسن عسيري فانا بس السؤال يعني اوه شنو كان سوى الكلمة اللي اقولتهم الشعر الشعر التي قسم الظهر البعير لما ياح علي العلي قال الحق عمر الصباح خلاص يعني ام سوزان ما تبي يعني مو راضية تقبل صمود قال خلاص مو الا حياة لا يا حبيبي مو الا صمود لان اول وتالي صمود ما اعتقد وصلت لمرحلة التسويق هذه المسوزان حياة الفهد وما اعتقد فيه حتى احد من المشاهدين اللي فوق التنيجرز والمراهقة وانسان يكون متربي وعنده ذوق واحترام للاخر انه يقبل انه تقال هذه الكلمة في حق فنانه نفس حياة الفهد حوالي خمسين سنة عطاء يعني علي العلي احنا ما عرفنا كل من فترة قريبة ومن حقها انه ايه لما يوصل لها كلمة من هذه النوع انت تقولها علي العلي من حقها من حقها تقول انا ما اوقف جدام كامرته وخصوصا ام سوزان حياة الفهد صاحبة مواقف فليت انت تكون يعني انا انا شو يعني في عندي شغلة انا لا اجيد الكذب الاعلامي على شاشات التلفزيون فيه ناس عندها قدرة على قلب الحقائق وترويج الاكاذيب وانه ما يذكر واقعه ومنه كان موجود وشنه صار وهذا يعني فاحنا نصو يعني عشان شي فيه ناس ما تحب طريقتي فيه ناس هذا مو بس في الكويت حتى على صعيد قنوات اخرى يعني نفس الاخت وامد دحماني اللي طالعت لي تقولي انا دزيت لها ايميل والنبي ما شفتوا والله ايميلات هذا الصراح وانا انا كسد دقائق حولتهم الى ساعة هاي طبعا قاعدة يعني توجيد الكذب جدام شاشات التلفزيون يعني مو انا حتى اي واحد قاعد يطالعني يخليدش على اليوتيوب ويكتب مين عدان وامد دحماني رح يطلع له ست دقائق يا مفترية تقولين ساعة؟ ليش لهالدرجة فاضية يعني لهالدرجة يعني مثلا ما عندي الساتيلايت مو قاعدة تطالع ما في بكل الشاشات غيرك يعني في ناس شوية ترفع الضغط يالله مو مشكلة خلني تحجي عاد عن شغلة ثانية يوفعت الشغلة بحتنا صمود كل سنة تنزل بالجرائد باعتزل باعتزل انا اذا تخرجت باعتزل باعتزل بتخرج باعتزل وزواجي هالسنة بعد هاي في الجرائد هاي دايما زواجي هالسنة او بعد زواجي بعد رمضان كم سنة تقولين هالكلام؟ طب ما تعتزلين في صمت الرهيب يعني بس السؤال يعني منو ياي وقالت يعني إلا لا والله تكفي يعني للدنيا لو توقف عليك يا صمود كانت وقفت على شخصيات سابقة احنا نشنا على فنهم يعني اعتقد جيلتش كان يوازيه مثلا جيل رجاء محمد استقلال احمد في منعيسة انا تحجي عن الاعتزلوا يعني بديش الفترة قامنا اكيد فيها ودي حسين وزهر الخرجي وصدروا ما اعتزلوا احنا تحجي عن الاعتزلوا وكان كوثر الدخيل يالله سفروه جنا فكرنا منها بعد السجن وفي بعد يعني مجموعة وانوار احمد وا 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 يعني لو كانت وقفت كانت راح توقف عليك مو لو دامت لغيرك لما اتصلت اليك انا ما انكرت فان انا ممتازة بس انتي بالكواليس انتش تصرفات غير مدروسة يعني وانتش بالذات عارفيني ان انا عارف اشخاص من اهلتش يعني وايد احترمهم واقدرهم نفس عمتش وانتش تعارفين هذا الشيء وريال جدا محترم يعني انا ما احب انه انه اضايق احد على حساب ان انتي يعني تصرفت التصرفات غير مدروسة عموما يلا بضل وانتشه